نعم لنبدأ بالخبر الأهم خلال الساعات الماضية وهي وصول الجيش الوطني إلى مناطق متقدمة في مديرية الملاجم في محافظة البيضاء هذا الخبر وصلنا قبل قليل ولدينا صور توضح تقدم الجيش الوطني واندحار الميليشيات في تلك المنطقة وكما تعلمين أن البيضاء يعتبر قلب اليمن جغرافيا تحيطه ثمانية محافظات أربعة من الشمال وأربعة من الجنوب نعود إلى صعدة الإحكام السيطرة على الحشوة هي عمليا بداية لمعركة تحرير الحشوة بشكل كامل المعلومات اللي لدينا أن الميليشيات في داخل المديرية أعدادها قليلة وأن هناك تفاوض مع وجهها وشيوخ القبائل في الحشوة لتجنيب المديرية معارك عبثية تقوم بها الميليشيات المتمترسة بالمدنيين والمتمترسة بمباني المديرية أيضا في صعدة استكمال تحرير جبال الأزهور والسيطرة على الجبال المتوسطة من مران لم يتبقى كل جبل مران من جهة مديرية الظاهر كل جبل أقل من عشر تالاف قدم تم السيطرة عليها آخرها الناصر والوسيعي والشبكة أما جبال شاهقة الارتفاع فالزحف مستمر عليها أيضا قطابر أولى قرية قطابر الصغرى وقطابر الكبرى قريتين في أولى مديرية قطابر تم السيطرة عليها مع فجر هذا اليوم يعني عدم مقاومة من الميليشيات ويبدو أن الميليشيات في مديرية قطابر يعني تبحث عن مخرج لكي تذهب إلى عمق صعدة اليوم لا توجد مديرية في صعدة أبدا لم تصلها الشرعية باستثناء مركز المحافظة وأجزاء من مديرية الصفراء أما باقي المديريات قاطبة فهي تعتبر خط مواجهة خاصة بعد تحرير مديرية الظاهر بشكل كامل وشبه تحرير لمديرية اكتاف البقر وشبه تحرير لمديرية باقيم أما باقي المديريات فتشهد زحف واشتباكات مستمرة من قبل الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية من الجو والبر من مديرية الحشوة في صعدة مراسلنا محمد العرب شكرا لك